غدا ستنظر محكمة العدل الدولية وهي جهاز من أجهزة الأمم المتحدة الستة وهي الجهاز الوحيد من هذه الأجهزة الستة اللي هو خارج الولايات المتحدة خارج نيويورك ويقع مقره في لاهاي لاهاي اللي هي أحدى المدن الرئيسية في هولندا مستردام هي العاصمة غدا ستنظر إذن المحكمة في قضية رفعتها جنوب إفريقيا الشقيقة هذه نقدم قول عليها الشقيقة لأنها بالفعل تألمت وانزعجت وغضبت لما يحدث لأطفال ونساء ورجال غزة من قصف إرهابي صغيوني غير مسبوك بدعم غربي خاصة أمريكي وتحركت هي وهي لا عربية ولا إسلامية 57 دولة تسمى عربية وأحيانا عربية وإسلامية ولا واحدة تحركت بما فيها الميليشيا اللي تسمى السلطة فلسطينية واللي أموالنا كجزائرين تبعت لها لم تتحرك بل أن هذه الميليشيا لم تدعم حتى القرار قرار جنوب إفريقيا ولم تقدم ولا شيء لجنوب إفريقيا ولم تعلن صراحة أنها مع ما رفعته جنوب إفريقيا أبدا لما ضجت الأمور تحركت على الأردن قال إحنا ثاني رأنا ممكن ننضمها ما نشعرف لما شافوا بوليفيا تحركت وقالت لهم جنوب إفريقيا أنا لسه بحاجة الآن لتدخلكم لأن التدخل الآن قد يضر لكن مثلا على الأقل على المستوى الإعلامي كانوا يتكلمون على المستوى الإعلامي والسلطة الفلسطينية كان ممكن تروح شراكة باعتبارها المعني الأول كفلسطينيين شراكة مع جنوب إفريقيا وتأخذ القضية أبدا وحقيقة أن جنوب إفريقيا رفعت القضية منذ شهر فقط منذ شهر رفعت القضية وبدأت تتحدث عليها ثم رفعتها ثم بدأت تجمع وجمعوا 84 وثيقة ملف 84 ورقة المناسبة للمساعد يليت دير رابط كيفاش الناس يقدروا يساعدوا في القضية هذه أرى وكاين رابط الآن تقدروا فقط ديروا copy paste وتعمروا بعض النقطتين ولا ثلاثة وتبعثوا إيميل باش يوصل للمحكمة هذه محكمة العدل الدولية لأن فيهم معركة عالمية كل أصحاب الحق كل مدافعين الحق على المستضعفين منظمات جمعيات أفراد بعض الجهات إلى آخره راهي مع القضية وكل القوى الاستكبار خاصة في القوى الغربية راهي ضد وعلى رأس الولايات المتحدة اللي خرج أمس بلينكين في زيارة ولل كيان وقال باللي بيزلس قال باللي القضية هذه ليس لها أي أساس بالمناسبة محكمة العدل الدولية فيها 15 قاضيا من 15 دولة يتصادف أنه اللي يرأسها الآن هي قضية أمريكية أو مسؤولة أمريكية لكن حتى وباعتبار أن أمريكا يلترأسها مش هتأثر لأن القرارات تأخذ بالأغلبية إذا غدا استمعت المحكمة وممكن يكون بعد غد لأنها ستنظر القضية غدا وبعد غد ما تريده الجنوب إفريقيا هو أن تتخذ محكمة العدل الدولية قرار يسموه قرارات تحفظية بمعنى أن هناك شبهة جنوب إفريقيا تقولهم أن هناك شبهة رفعت القضية بهذا المعنى أن هناك شبهة بأن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة وفقا لمعاهدة الإبادة لـ 1948 وبناء على المادة الفلانية 1-2-3 إلى آخره فإني أطلب من المحكمة محكمة العدل الدولية أن تصدر قرار بأن تطلب من إسرائيل التوقف عما تقوم به من أعمال لأن هناك اشتباه كبير بأنها تقوم بإبادة وفقا الاتفاقية الدولية لـ 1948 بالمناسبة أن هذه الاتفاقية بالذات اتفاقية الإبادة لما كتبوها الغربيون لما كتبتها الدول الغربية ووضعتها باش يوقعوا لها الدول وباش تمنع الإبادات كان في ذهنها أساساً إبادة اليهود الذي أقدم عليها النازيون في الثلاثينات والأربعينات خاصة أي أنها أساساً جات بعد تلك الجرائم البشعة التي أقدم عليها النازيون ضد اليهود وغير اليهود لكن اليهود أساساً اليوم الذي يريد أن لا تتم أو أن تنظر المحكمة بشكل إسرائيل اللي ما تعترفش بهذه المحاكم مثلاً في 2004 رفعت السلطة الفرسطية اللي كانت ما زالت شوية سلطة يعني كانت ما زالت سلطة لم تتحول تماماً إلى ميليشيا أيام عرفات في سنة الأخيرة عرفات أو في سنة الأولى منتع هذا المجرم كانت ما زال لم تتحول تماماً إلى ميليشيا رفعوا آنذاك قضية ضد الجدار الفاصل ومحكمة العدل الدولية حكمت ضده وهذا كان أغضب إسرائيل وأغضب دعمها بقوة وإسرائيل لم تحضر لم تحضر المحاكمة لذلك كان هذه المرة ستحضر وعينت قاضي من المحكمة العليا في إسرائيل لكي يدافع عن الكيان الصهيوني إذن إذا نجحت جنوب إفريقيا غداً وصدر قرار من محكمة العدل الدولية مش قرار نهائي يسمونه قرار تحفظي ميزير كونسيرفاتوار كما تسمى أيضاً بالفرنسية هذا القرار التحفظي يقول بما أننا نشتبه بأن جريمة إبادة رهي تتم الآن فنحن نطلب من إسرائيل لأننا نتوقف هل صدر هذا من قبل؟ نعم قبل حوالي سنة أو شوية فقط أو سنتين أقل من سنتين أصدرت المحكمة محكمة العدل الدولية قرار مشابه ضد روسيا فيما يتعلق بغزو أوكرانيا وقالت من أن هناك اشتباه من أن الغزو الروسي لأوكرانيا يدخل ضمن نطاق معاهدة الإبادة الجماعية هذه وبالتالي نطلب من روسيا أن تتوقف عن القتال وعن في أوكرانيا وحدثت أيضاً عندما رفعت إحدى الدول دولة صغيرة أعتقد جرامبيا دولة مسلمة صغيرة هكذا في إفريقيا ضد جنرالات نيانمار بورما اللي كانوا يقتلون في الروهينغا قتلاً بشعاً واستطاعت هذه الدولة الصغيرة أن تقنع المحكمة العدل الدولية بأن تطلب من جنرالات بورما بأن يتوقفوا عن أعمالهم ضد الروهينغا صحيح لا بورما استمعت ولا الروس استمعوا لكن عندما لا تستمع دولة مثلاً عندما لا تستمع لم تستمع روسيا ذهبوا إلى مجلس الأمن في مجلس الأمن روسيا درت الفيتو لما درت الفيتو راحوا إلى الجمعية العامة والجمعية العامة أقرت قرار المحكمة العدل الدولية هذه المرة المتوقعة لو كان يصدر القرار فإن يروح لمجلس الأمن مجلس الأمن احتمال كبير أن الولايات المتحدة دير فيتو تعارض هذا القرار فهوش يسرأ يروحوا ياخذوا القرار إلى الجمعية العامة فالجمعية العامة تقر حتماً آخر مرة الجمعية العامة تقريباً كانوا 150 اللي كانوا معوقف اطلاق النار أو 153 فستقر وعندما تقر الذي يحدث هو أن العزلة عزلة إسرائيل ستكون كبيرة جداً وستستند منظمات عالمية حقوقية وغير حقوقية حكومية وغير حكومية ستستند على هذا القرار لكي تدين إسرائيل في كل مكان وهذا أيضاً سيعطي دفع كبير جداً للمتظاهرين في العالم أجمع اللي ربما يخرجوا يتظاهروا من أجل وقف إطلاق النار سيضعف الموقف الأمريكي واحتمال كبير أن المحكمة أيضاً تدين الولايات المتحدة بطريق غير مباشر بمعنى أنها تطلب من إسرائيل توقف عن أعمالها ومن الذين يدعمون إسرائيل أن يتوقفوا عن دعم إسرائيل لأنها مشتبه أنها مشتبه مازال مش مدانة مشتبه أنها تقوم بإبادة متى يصدر القرار نهائي؟ القرار نهائي قد يأخذ سنوات لهو يدين وطبعاً إذا كان فيه عدل حقيقي فالناس كلها ترى أن هناك إبادة جماعية تصريحات مسؤولين الكيان الصهيوني سواء ما يسمى برئيسه هارتزاغ أو غالانت وزير دفاعه أو هذا وزير أحد وزارهم اللي قال نضربهم بالنووي أو نتنياهو اللي قال نحن النور هما الظلام هذه كلها تصريحات لأن أخطر شيء في قضية الإبادة الجماعية ما هي هو أن تثبت النية والعمل بمعنى أن هناك نية هناك خطاب نية معبر عنها خطاب دع إبادة ثم هناك أفعال أما الخطاب فما فيه الشك وأما الأفعال فواضحة كوضوح الشمس في يوم صائف إذن هذه هي القضية الخطيرة اللي رهي يحدث حولها صراع صراع كبير غداً وبعد غد إن شاء الله توفق جنوب إفريقيا في إصدار هذا القرار التحفظي وإذا ما صدر حتى عندما لا يتوقف الكيان الصهيوني فإنه سيضعفه على الساحة الإعلامية والديبلوماسية والحقوقية أي ما إضعف ويضعف داعمه وخاصة الولايات المتحدة اللي مازالت مستمرة في دعمه حتى وإن اختلفت معاه في بعض القضايا التاكتيكية راح نتوقف هنا لكن قبل ما نروح فقط لش نذكركم بأن موقف الشعب الجزائري كان موقفاً واضحاً وعارف الشعب الجزائري ما يريد وكان هذا الكلام في الأسابيع الأولى للحرك اسمعوا وش يقول لا يريد من هذه الكياني ذكرنا بدوها يا أولاد الإمارات ديقاج ديقاج ومبعد لجنرال أبوبيل جزيرة دي الاستقلال تبديه بإذن الله لازم الثبات لازم الصبر لازم ثابرة ونحن نمر بحالة من عدم الاستقرار العالمي وخاصة في المنطقة فإن احتمالات الانتصار قائمة لكن بشرط أن يكون هناك الأحرار والحرائر اللي يتحركوا واللي يكونوا متحضرين باش ينقضوا بلادهم لأن الأوضاع راي تتجه إلى التوحش على المستوى العالمي فما بالك أن تحكمنا عصابات وأن تصبح دويلة مثل الإمارات تتلاعب بهم وتعبث بهم إلى هذا الحد حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته